صنعاء مدينة مخنوقة ومحاطة بالأغلال والترهيب هذا هو الحاضر الأبرز في يوميات المدينة التي تعيش ظلمات بعضها فوق بعض منذ وطأت عربة الديناميت مداخلها الشمالية والغربية في الانقلاب والاشتياح الذي عرف بأيلول الأسود في التاريخ اليمني الحديث وتعيش في اللحظة الراهنة اختناقا أكثر من أي وقت مضى ميليشيا فاشية حولت شوارع المدينة إلى ما يشبه الجدران المؤسدة وباتت ترصد أنفاس الناس في مدينة يعيش أغلب سكانها معاناة مضاعفة بلا مصدر دخل وبلا مصدر حياة أيضا وربما بات الهواء والشمس هي المتاح الوحيد في صنعاء خارج مربع المنع والقمع التعميم الأمني للحوثيين لشركات النقل بعدم سماح للمواطنين بالسفر قبل موافاتهم بكشوفات المسافرين يزيح الستار عن مسلك جديد للجماعة الحوثية التي لا تتوقف عن الانتهاكات التي تمس حرية المواطنين وحرية التنقل على وجه الخصوص هو فصل جديد من فصول الترهيد والجاسوسية الحوثية التي تسير على خطة تجربة الخمينية وتضع سياجا جديدا تحول من خلاله وسائل السفر إلى زنازين متجولة وفق التعميمات الحوثية التي توزع التعميمات المتعلقة بإلحاق الأذى بحرية الناس قبضة خانقة على ساكني صنعاء من قبل ميليشيا الانقلاب في الأرض وقنابل ذكية يرسلها التحالف على رؤوس المدنيين من الأعلى في حالة أقل ما يمكن وصفها بأن اليمنيين باتوا بين ثنائية الجحيم الجحيم الذي يتحرك على الأرض فوق شاصات الحوثي والجحيم القادم من الأعلى من قبل غارات التحالف العمياء لاهتمامات مدنية إنسانية من قبل الأطراف المدنية الدولية بما يجري في صنعاء ولا فاعلين مدنيين على الصعيد المحلي وجهوا نداءات لأجل الذين أصبحوا عزلا في قبضة جماعة مسلحة تمارس جرائم ضد الإنسانية متابعون يرون أن الأمور في صنعاء تسير نحو الاختناق في ظل اختفاء مظاهر الحياة وتزايد القمع الحوثي والتنكيل بمن تبقى من قيادات وأنصار المؤتمر والمواطنين العاديين الذين أصبحت حياتهم تحت التهديد اليومي لأسباب عديدة أبرزها الحوثي وانقطاع الرواتب